صاروخ فالكون 9 تابع لشركة سبيس ايكس الفضائية انفجر ظهر الخميس خلال عملية اطلاقه من قاعدة كيب كانافيرال بفلوريدا الامريكية انفجار وقع خلال اطلاق الصاروخ من منصة الاطلاق وعلى متنه مجموعة من الاطمار الاصطناعية التي كان من المقرر ان ينقلها الى الفضاء شركة سبيس ايكس الخاصة المصنعة لهذا الصاروخ اكدت في تغريدة على تويتر ان الانفجار الذي وقع بسبب خلال انتقنين خلال عملية الاطلاق اصفر عن تدمير الصاروخ والشحنات التي كانت على متنه لكنه لم يخلف اصابة اي شخص الشركة التي اسسها الملياندير الامريكي ايلون ماسك في 2002 نجحت في اطلاق عشرين صاروخا نحو الفضاء صاروخها فالكون 9 استخدم في عدة مهام لتزويد محطة الفضاء الدولية سبيس ايكس سجلت عدة نجاحات في المجال من بينها استعادة قسم من صاروخها القاذف فالكون 9 وجعله يحط على منصة عائمة في البحر تقنية رائدة ستساهم في تخفيض تكاليف المهمات الفضائية في المستقبل ويذكر ان انفجار الخميس هو ثاني الذي تعرفه الشركة هذه السنة بعد انفجار صاروخ من نفس الترازي يوم 28 يونيو حزيران الماضي صاروخ كان يحمل مركبة شحن غير مأهولة الى محطة الفضاء الدولية وذلك بعد اطلاقه من قاعدة كيب كنافيرال ترجمة نانسي قنقر